السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارجعنا تاني مع الحلقة الرابعة من اسأل عشوائيات واللي هنجاوب فيها على اسئلة اللي خدت اكتر لايك في الفيديو اللي فات اول سؤال هو انت بتاخد كامل اليوتيوب وهل حصل لأي فيديو من الفيديوهات اللي انت رفعتها قبل كده كوبيرايت كليم ولا لأ مسألة انا باخد كامل اليوتيوب مسألة نسبية تماما يعني مفيش شهر زي الشهر اللي قبله ولا الشهر اللي بعده اليوتيوب بيحسبك على عدد الاعلانات اللي بتطلع على الفيديوهات بتاعتك بمعنى ان لو انت جالك مثلا الف مشاهدة المشاهدات دي ما ظهرش عليهم اعلانات انت متتحسبش على اي حاجة في المشاهدات دي اما بقى بالنسبة للمشاهدات اللي بيطلع عليها اعلانات فاليوتيوب بيحسب حسب البلد اللي الواحد بيتفرج منها يعني لو جال الف مشاهدة من مصر مثلا بيكون حسابهم تقريبا ستين سنت ولو الالف مشاهدة دول جايين من السعودية ممكن يكون حسابهم مثلا دولار ونص ولو جايين من بلد أوروبي ممكن يبقوا خمسة دولار كمان لكن لأن أغلب مشاهدتنا من جوا مصر فيعتبر الستين سنت مقابل ألف مشاهدة هو ده تقريبا السعر المتوسط بتاعنا طب هل ده بقى معناه أن الفيديو اللي جاي بألف مشاهدة يجيب ستين سنت لا مش كده خالص القصة كلها أنت كمية الإعلانات اللي بتظهر عندك بتفرق من بلد لبلد حسب الاستوك بتاع جوجل في البلد دي بمعنى أدق حسب الموسم يعني مثلا في شهر رمضان كمية الإعلانات بتكون أكتر من بره شهر رمضان وعادة كمية الإعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات بتكون تقريبا بنسبة 20% من التوتل بتاع الفيوز لكن من كم شهر حصلت مشكلة مع يوتيوب سماها اليوتيوبرز الأد بوكليبس والمشكلة دي أن كمية كبيرة من الشركات الكبيرة سحبت إعلاناتها من على اليوتيوب بسبب مشاكل مع اليوتيوب في سيستم العرض نفسه وأن يوتيوب مش بيفلتر كويس الفيديوهات اللي بيعلن عليها للمعلنين دول وبكده كمية الإعلانات اللي كان بتظهر علي يوتيوب من ساعتها بدأت تقل بشكل كبير جدا يعني زمان كان متوسط القناة تقريبا كل أربع تلاف مشاهدة بيتترجموا الواحد دولار دلوقتي بقى الموضوع ممكن يوصل لثمان تلاف مشاهدة أو عشر تلاف مشاهدة علشان يتترجموا برضو لواحد دولار أما بالنسبة لموضوع الكوبيرايت كليم فده حصل عندي أكتر من مرة وللي ما يعرفش هو إيه الكوبيرايت كليم هو إنك تبقى مستعمل صوت أو فيديو خاص بشركة أو مؤسسة المؤسسة دي لها حقوق ملكية بالنسبة ليوتيوب وده حصل معايا في كذا فيديو وعلشان كده هتلاقوا عندي فيديوهات مكتوب عليها إعادة رفع والفيديوهات دي هي فيديوهات مثلا شركة بي بي سي أو شركة ناشنول جيو جرافيك عملوا لها فلاج لإني واخد من عندهم مثلا مقطع مدته كذا سنية وساعتها اليوتيوب بيخيرني ما بين حكتين إني أسيب الفيديو بس الأرباح بتاعته تروح لواحد من المعلنين اللي عاملين الكوبيرايت كليم أو إني أشيل الفيديو خالص من على السيرفر وأشيل الحتة دي من المونتاج وارفعه تاني من الأول وده اللي إحنا بنختار نعمله كل مرة أما بقى بالنسبة هل ده بيعمل لنا مشاكل قانونية مع يوتيوب ولا لأ الموضوع مش بيعمل أي مشاكل قانونية وإنما هو كل ما في الأمر إنك لازم تاخد بالك بعد كده وإنت بتنقل فوتج بتاعك لأن اليوتيوب لو لأ إنك بيجي كوبرايت كليمز كتير على القناة بتاعتك ممكن يقفلوها إيه هي أفضل فترة مرت بها في حياتك الدراسية؟ أفضل فترة مرت بها في حياتي الدراسية كانت مرحلة السنوية العامة والسبب إني كنت طول الوقت مع صحابي بالإضافة كمان إن أنا ما كنتش دحيح أوي فما كانش عندي الضغوط النفسية اللي تبقى على طلبة السنوية العامة إيه هي الدول العربية اللي حابب تزورها في المستقبل؟ بالرغم من إني ما سافرت شواله مرة في حياتي إلا إن طول عمر نفسي أسافر بلدان كتير وطبعا الدول العربية هيكون لهم نصيب كبير من السفريات اللي زي كده وإن شاء الله تونس والمغرب والجزير من أول الدول اللي على الخريطة العربية بالنسبة لي في موضوع السفر لكن كل حاجة هتحصل بعد ما حج إن شاء الله ياريت شرح احتراف لعملية المونتاج طبعا موضوع إن أشرح احتراف عملية المونتاج في إسعى العشويات ده موضوع مستحيل لكن أقدر أحط لكم النقطة الأساسية في موضوع المونتاج بيمشي الزي أول حاجة بنعملها لما بنيجي نعمل حلقة جديدة إن إحنا بنقرر إيه هو موضوع الحلقة وبعد ما بنقرر موضوع الحلقة بنبدأ إن إحنا ندور على كل المصادر اللي نقدر عليها بخصوص الموضوع ده والمصادر دي بتتفاوت ما بين فيديوهات أو مقالات مكتوبة سواء عربي أو إنجليزي وبعد ما بنجهز كل المصادر بنبدأ إن إحنا نختار منهم العشر بنود اللي هنتكلم عنهم ونبدأ نكتبهم بعدها باخد الملف المكتوب وأبدأ أسجله صوتي وبعد كده أبدأ أقطع الصوت دوت للمنتج النهائي وفي ناس كتير متصورة إن أنا ببدأ أتكلم لحد ما أخلص كل دوت ما بطلغبطش أو ما بعملش الكلام ده وده كلام غير حقيقي بالمرة الحلقة اللي بتطلع لكه في سبع أو تمن دقايق بتاخد معي حوالي تلت ساعة في التسجيل ما بين إن إني بطلغبط وأنا بنطق كلمة وما بين إن أنا بقول كلمة مش عايز أقولها وما بين إن أنا أنطق جملة وبعد كده أحس إنها مش بالجمال المطلوب واضطر إني قاعدها وهنا بيجي دور منتاج الصوت وده برضو أنا اللي بعمله ومنتاج الصوت هو إن باخد الملف الصوتي اللي أنا سجلته وحطه جوا برنامج Adobe Audition وبعمل فيه خطوات معدودة وهي إن باخد الصوت وضغطه علشان ما يبقاش فيه عالي وواطي وبعد كده أشيل منه أي هواة لو كان لسه فيه شوية هواة نسبيا وبعد كده أبدأ أرفع صوته لحد ما يوصل لناقص ثلاثة ديسيبال وبعد كده باخد الصوت على برنامج Adobe Premiere وأبدأ أشيل منه كل الأجزاء اللي أنا مش عايزها واسيب بس الأجزاء النهائية اللي أنتم بتسمعوها في الفيديو ومن هنا محمد قسامة بيبدأ يتولى العملية بياخد الصوت يحطه في مكانه ويكتب عليه الكلام اللي إحنا عاوزينه ويبدأ يجمع الصور والفيديوهات اللي هتمشي عليه وبعد كده يبدأ يركبها ويطلع المنتج النهائي ويرفع الحلقة كمان على يوتيوب تخيلوا أن كل اللي فده أنا بقول لكم بس إحنا بنعمل إيه ما قلتش إحنا بنعمله إزاي ففكرة إن إحنا نتكلم عنه بطريقة احترافية دي موضوع في غاية الصعوبة لكن أنا أرشح لأي حد عايز يتعلم منتج إن من أسهل البرامج المتاحة حاليا هي Adobe Premiere يقدر يدخل في أي وقت على اليوتيوب ويكتب شرح Adobe Premiere إيه هو هدفك من اليوتيوب من أهم الأهداف اللي عملت علشان هالقناة كانت أني مش لاقي المحتوى اللي أنا بحبه باللغة العربية وكان دايماً كل القنوات اللي بحبها بتكون قنوات أجنبية فقررت أني أعمل القناة وجرب حظي ولما القناة شتعلت بالفعل بدأت القناة تجيب فلوس بالتدريج فقلت إيه المنع أني أعمل فيديوهات أكون بحبها وفي نفس الوقت تعمل دخل لكن اللي أقدر أكده لكم أن القصة مش قصة دخل وخلاص لأن لو كده في قدامي أفكار كتير لفيديوهات تفهة جداً ممكن تعمل فلوس أكتر بكتير من الفيديوهات اللي بتاخد شغل ليه بتتأخر في نشر الحلقات؟ بالفعل إحنا دايماً كل ما بنحط جدول ما بنلتزمش بي والصيب الرئيسي في الموضوع ده إن اليوتيوب مش هو الوظيفة الرئاسية ولا بتاعتي ولا بتاعت محمد أسامة فساعات كتير بيكون عندي ضغط شغل ما بيسمحليش تماماً إن أنا أسجل الحلقات ولا بدنياً ولا نفسياً وده بالتالي بيأثر على كمية الحلقات اللي بقدر أبعاتها لمحمد واللي هو كمان أحياناً بيكون مجهول في الشغل لكن لو جينا للحق فعلياً أغلب التأخيرات بتكون بسبب يعني ليه ما تعملش فقرة أسبوعية حقائق عن الدول العربية؟ موضوع إني أشتغل على الدول قلنا قبل كده إن إحنا هنعمله وبمجرد إن إحنا نخلص من فيديوهات القارات هنبدأ نشتغل على دولة دولة لكن أقدر أكد لكم إن الدول العربية هتكون آخر دول هشتغل عليها عشان أتجنب الخلافات اللي هتحصل بسبب الفيديوهات دي لإن إحنا كعرب فينا عادة إن إحنا بندفع باستماتة عن الحاجة اللي تخصنا سواء كانت صحة أو غلط فأؤكد لكم إن كل فيديو عن دولة عربية هعمله هتشتم من أهل الدولة دي لأي بند ما يعجبهمش في الفيديو منين بتجيب أفكار الفيديوهات؟ أفكار الفيديوهات موجودة في كل حتة فيديوهات على اليوتيوب بأي لغة غير اللغة العربية أو حتى ممكن يكون فيديو باللغة العربية بس بيتكلم عن حاجة فرعية أنا أتكلم عنها بأسلوب عام أو العكس بالإضافة كمان للمقالات اللي مغرقة لإنترنت والمواقع العلمية ضيف على كده كمان إن في قطاع كبير جدا من المتابعين بتوعنا بيكتبوا لنا في الكومنس تحت أفكار فيديوهات نقدر نعملها ليه سبت الفضاء؟ وبدأت إنك تتكلم عن المعلومات العامة موضوع نسبت الفضاء بالجملة موضوع مش صحيح وأجبر دليل إن من ثلاث فيديوهات كان الفيديو اللي قبلهم عن الفضاء ومازال عندي أفكار تانية عن الفضاء لكن السعب الرئيسي اللي خل كمية فيديوهات الفضاء تقل هو إجابة الجزء التاني من السؤال واللي هو بيقول من العضو الجديد اللي معاكم في القناة؟ العضو الجديد اللي معنا في القناة هو صاحبنا أحمد فؤاد وأحمد فؤاد دلوقتي هو اللي بيقوم بدور المعد أنا بجهز الموضوع والمصادر وببعتها له وبيبدأ هو اللي يكتب البنود لكن أحمد مش بيميل خالص لفيديوهات الفضاء وأنا بسبب انشغالي في الشغل ما بقتش أكتب الفيديوهات زي الأول علشان كده هتلاقوا إن كمية فيديوهات الفضاء أقل بكتير من الأول لكن ده ما يمنعشي إن عادة لما هكتب حلقة هتكون هي الحلقة دي اللي عن الفضاء وإن شاء الله لما نوصل مليون شدوحي لكم هنطلع في حلقها أنا ومحمد وإحمد فؤاد إيه اللي دخلك مجال اليوتيوب وهل هو شغل ليك ولا لأ اللي دخلني مجال اليوتيوب زي ما قلنا إني ما كنتش لقي المحتوى ده بالعربي لا سيما باللهجة المصرية بالرغم من إن اليوتيوب بيدخلي فلوس إلا إن زي ما قلنا قبل كده إن مش هو شغلي الأساسي وعلشان كده دايما شغلي الأساسي بيأثر على كمية الفيديوهات اللي بقدر عملها إيه هو جدول تنزيل المقاطع وإيه هي خططك المستقبئية للقناة بالنسبة الجدول تنزيل المقاطع فأنا بطلت عمل جداول لإن كل ما بنعمل جدول مش بنقدر نلتزم به لأي سبب من الأسباب لكن على الأقل هنحاول نخلي حلقة في الأسبوع وكمان هنحاول نسبت اليوم اللي هي هتنزل فيه لكن إمتى وكده مش هعمل جداول تاني علشان ما أخلفش بيها أما بالنسبة للخطط المستقبلية للقناة كلها بعدما القناة توصل مليون ومن أهم الخطط اللي في بالي دلوقتي إن إحنا نعمل قناة منفصلة لتعليم الأطفال اللي هتبقى زي الهومي سكولينج كده إيه هي أسماء البرامج اللي بتستخدمها كل حاجة بنستعملها علشان نطلع المنتج النهائي هم ثلاث برامج أدوبي اوديشن لتعديل الصوت وأدوبي بريمير اللي عمل المنتاج وأدوبي فوتوشوب عشان نعمل الصورة اللي بنحطها على الفيديو عمرك كم سنة وساكن فين وجنسيتك إيه؟ إحنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده بس خلينا نقول تاني أنا فضلي شهرين وتم 30 سنة بالتمام والكمال وساكن في حلوان بالقاهرة وجنسيتي مصري ليه الرحلة من الأرض للمريخ بتستغرق 6 شهور فعليا الرحلة من المريخ بتستغرق ما بين 150 يوم لحد 300 يوم والموضوع ده بيقصر عليه شوية عوامل أول حاجة هي سرعة المركبة اللي انت ماشي بيها وكمية الوقود اللي انت مستعد تحرقه علشان توصل للمكان اللي انت رايح له بالإضافة كمان لموقع الأرض وموقع المريخ في المرحلة دي والسبب إن مدارات الكواكب ما بتكونش دايرة معتادلة إنما بيكون فيها استطالة من ناحية وناحية لأ وعلشان كده ممكن يوم في السنة تكون الأرض بعيد جدا عن المريخ ويوم تاني تكون الأرض آه رب كتير وعلشان كده في الغالب لما نعمل الرحلات دي هنختار دايما الأيام في السنة اللي الماسفة فيها بتكون قصيرة هل ممكن نشوفكم على التلفزيون؟ والله يا هوا محدش كلمنا مين عالم؟ ممكن تكلمنا عن نفسك شوية؟ اللي عايز يعرف معلومات شخصية عني نسبيا عن اللي احنا قلناها ممكن يرجى للحلقات اللي فاتت هيلاقي فيها أسئلة كتير شخصية جاوبنا عليها وبكده يبقى خلصنا كل الكومنس اللي كان عليها أكتر من 20 لايك على الأقل وقبل ما نخرج دي قايمة طلبات الحلقات اللي جات عليها لايكس كتير وإن شاء الله نحطها في الخطة ونحاول كمان نعملها في أسرع وقت ولو عايزيني أعمل حلقات اسأل عشوائيات بشكل دوري ممكن تسيبوا الأسئلة بتاعتكو في الكومنس تحت الفيديو ده وكل حلقة هعملها هاخد الأسئلة بتاعتها من الحلقة اللي قابليها واشوفكم الحلقة الجاية مغير بيس